وصفة الفوضى هكذا تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية عن تداعيات سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص القضية الفلسطينية الصحيفة قالت إن إدارة ترامب هي أول إدارة في التاريخ تساند بشكل مطلق للكيان الصهيوني دون ما تحفظ بينما تشن حرباً دبلوماسية على الفلسطينيين موقف الإدارة الأمريكية الحالية يتنافى مع ما حاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لعبه من دور الوسيط في القضية الفلسطينية التي رأتها مركزية في الشرق الأوسط فلطالما توسط رؤساء الولايات المتحدة لإبرام صفقات سلام ووفروا للكيان الصهيوني ضمانات أمنية وكانت واشنطن باستمرار مستعدة للتدخل لإطفاء الحريق فيما لو اندلعت النيران في أخشاب الغضب والسخط الجافة وبما يضمن سلامة الكيان المحتل أما إدارة ترامب فقد قررت التخلي عن دور رجل الإطفاء لصالح دور جديد تطلع به وتجيده وهو إشعال الحرائق في الأراضي الفلسطينية محولة حياة المحاصرين في قطاع غزة إلى جحيم لسيما بعد قرار ترامب قطع المساعدات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأونروا والذي سيهوي بحياة سكان القطاع إلى مستنقع الفقر المدقع وهم الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على الغذاء تحذيرات المختصين من توابع القرار الأمريكي وافقت مخاوف المسؤولين الأمنيين في جيش الاحتلال حيث يرى المختصون أن الخطوة الأمريكية يمكن أن تشعل النيران في الأرض ومع انسداد أفق الحل في ظل إدارة أمريكية اختارت لانحياز فإن الأوضاع في فلسطين مرشحة للتصعيد انحياز كان واضحا في تصريح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكهيلي مؤخرا والتي وصفت حق العودة الفلسطيني بأنه غير مطروح على طاولة التفاوض وهو ما جعل الصحيفة ترى أن نهج الإدارة الأمريكية مجازفة بأمن واستقرار المنطقة وصفة القادم في ظل إدارة ترامب بالأسوأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر